خلي بالك لازم تعمل الخطوات دي لو ناوي ترسم بالانوان الاكريم اول خطوة جاهز تكوين حلو متسلط عليه اداءة بزاوية 45 تخوروا صورة حلوة وحاول ان انت ترسمه لايف احتفظ بالصورة عشان ترجع لها في اي وقت او حبمل صورة من عنات تكون حقيقية والظل والنور بتاعها يكون واضح تاني خطوة جاهز سطح مناسب لو وراء يبقى مش اقل من 280 ل300 جران لو كانفاس لازم يبقى متجهز بالجسو خشب متجهز او مش متجهز عادي وماشي ومش لازم يتجهز بمواد معينة وهنبقى نتكلم عن ده في الفيديوهات الجاية تالت خطوة جاهز بالتة الالوان بتاعتك واوعد قطر الالوان على البلتة عشان الاكريلك بيجف بسرعة شديدة طب لو بتركب لهم معين ومحتاج تحتفظ به تعمل ايه اختار البلتة اللي بيكون لها غطى محكم او ركبه في برطمانات محكمة الغلق وتحاوز عليه من الجفاء الفيديو ده جزء بسيط جدا من فيديو طويل في كل خطوات الرسم بالأكريلك بالترتيب وبالتفصيل اكتب لي في التعليقات كلمة خطوات وانا هبعث لك فيديو الخطوات كاملة على المشاهد